لما توجهنا إلى آخن للمشاركة في أو لحضور جنازة أستاذ عسام العطار رحمة الله عليه شقيقي عمار هو بيقود فينا تروحنا بالسيارة قال خلينا نستمع إلى المراجعات ففعلا شغلنا المراجعات من أول حلقة استمعنا إلى أربع حلقات في الذهاب وأربع حلقات في الإياب طبعا هم خمسة عشر لكن سمعنا ثمانية منهم رقيقة أدركت يعني كم كان هذا الرجل عظيما كنز يعني أنت وأنت تستمع إلى المراجعات كأنك تقرأ في موسوعة تاريخية وموسوعة أدبية تاريخية وأدبية وعلمية من جميعه يعني رحمة الله عليه يعني عمر يعني توفي عن سبعة وتسعين عاما تقريبا مئة هجرية أكد أقيل لنا يعني أكون شاهدا على عصر بأسره وطبعا الذين عاصروه يعني عرفوه تنتقل إليهم هذه الشهادة وأنا هي إلي أنه كان أشبه بالجسر العظيم ما بين جيل وجيل يعني لما مثلا تكلم عن التقائه ببعض الشخصيات التي نحن لم نلحقها سيد قط حسن الهضيبي لما يتكلم عن قراءاته لكتاب ذلك الزمن من العظام الرافعي والعقاد وطاع حسين والزيات وغيرهم وين إحنا الآن ومن لسه يأتي من بعدنا في السنة كان الذي يجلس معه فعلا كأنما هكذا ينضي في رحلة إلى التاريخ يعني أنا بالنسبة لي مثل هذه الأسماء هي أسماء أنا قرأتها ما عاجشت ما عاصرت لكن لما تجلس مع الأستاذ المرحوم رحمة الله عليه لما تجلس معه ويحدثك يقول لك التقيت ورأيت وحاضرت فكأنك فعلا أنت تفتح كتاب وموسوعة في التاريخ وكل هذا والأحداث الجسام التي عايشها والتي كان هو جزء من عندها وربما أنا بالنسبة لي والتقيت على عدة مراحل أنا في حياتي لكن آخر مرة أنا أذكر الأمر الفارق في سمات وصفات الأستاذ هو تواضع الجم تواضع الجم يعني الذي حضيه من تجارب حياتية ربما يهيئ له أن يكون في سدة الأمور وفي سدة الحياة لكن طبعا تعرف من أهم شيامه أنه لا يذكر إنسانا إلا بمحاسنه غريب ما يذكر أحد بسوء أبدا حتى الخصوم نعم الذين قتلوا زوجة الشهيدة بنان الطنطاوي يعني هو اشتهر عنه بأنه أعلن بأنه غفر لهم بأنه سامحهم يعني الحقيقة وهذه مقدرة ليست بالبسيطة وهذه تحتاج إلى شخصية فريدة من أحدها أستاذ عصام رحمه الله عندما يعني أنت تقرأ عن سيرة شخص عاش قرنا من الزمان يعني نحكي عن مائة سنة هجرية تقريبا نتحدث عن شخص موسوعي يعني هذا الشخص الموسوعي سواء كان في الدعوة في الفكر في الشعر في الأدب كان خطيبا مفوها شاعرا يعني كما يقول نعم وكان كاتبا ومؤلفا وداعية وحتى رجل تنظيم ورجل دعوة كل هذه الصفات حقيقة أنت عندما تقرأ عن أستاذ أسام العطار وكأنك تقرأ عن أحد أعمدة الدعوة في القرن العشرين وفي بداية هذا القرن أو يعني الربع الأول من هذا القرن وكذلك يمكن هذا أن يشير إلى أننا عندما نقرأ عن العظماء في التاريخ العظماء الذين نتحدث عنهم سواء كان في هذا القرن أمثال الشيخ علي الطنطاوي أمثال الدكتور مصطفى السباعي في سوريا وغيرهم الذين عاصرواه وعاصرهم كذلك عندما تقرأ عنه وكأنك تقرأ عن شخص في التاريخ نتحدث عن إمام من أمة الدعوة نتحدث عن رجل شاعر عن رجل أديب وهذا الذي كان يتميز به المبدعون والمتميزون والدعاء والعلماء في التاريخ في فتراته المختلفة أنا أذكر شيء ذكر أنه غفر لي من قتلوا زوجته ورحمه الله كنا في مؤتمر هنا في هذه البلاد زمان من قديم وكان الخلاف بين الإخوان في سوريا خلافا شديدا وكل من كان في المؤتمر يحب أن يسمع منه عن هذا الخلاف وكيف يمكن تجاوزه فلم يرضى أن يبحث فيه هذا الخلاف إطلاقا وقال أنتم بعيدون عن الخلاف فلماذا تريدون أن تحبوا ذلك أنتم اعملوا بما تستطيعون لهذه الدعوة وابقوا على تحابكم ولا تسمعوا لأحد من هؤلاء فكان يريد أن ينقى بالشباب عن الخلافات الموجودة في الحركة الإسلامية التي هو منها والتي كان الخلاف على شخصيته فيها نعم هذه تقريم بأي حدود أي سنة أستاذ هذه كانت منتصف الثمانينات قبل الثمانينات القليلة وبعدها بقليلة هذه الأشياء ربما بسبعينيات نعم بأواخر السبعين نعم أنا أعرف أستاذ عصام إذا ذكرت لكم أعرفه من متى أعرفه من الخمسينات أشاء الله فكنت أنا في مدرسة في الإعدادي دخلت في المعهد العربي الإسلامي والمعهد العربي الإسلامي مدرسة عادية جدا لكن بعد أيام طويلة عرفت أنه أسسه أسسة الجماعة الإسلامية فكان أحيانا يأتي على غير توقع فيدرسنا إذا كان أستاذ غائب وكان موجودا فيأتي فيدرسنا وأنا كنت في هذه الفترة يعني عمر 12 سناء 11 سناء وكذا في ذلك الوقت يعني فكان طبعا درس هو يبلأ فراغا فيدرسنا شعرا ويعلمنا وأول ما تعلمت العروض منه فكان يأتينا بنغمة كل بحر من بحور الشعر حتى نتجاوزها فمرة تانية جاءنا فبعض الطلاب قالوا له أنه نحن نريد أن نسمع العروض ونسمع الكذا أنهم يعني أنتم تكونوا تغنوا عجبهم صوته فهذه لكن كنا نتشوق إلى درسه هذا الحقيقة فهذه من أول معرفته قبل أعرفه فيما بعد أنت كنت حينها مثلا في الابتدائي ولا مثلا لا هذه في الإعدادي في الإعدادي أظن في نفس مرحلتك العمرية كان هو في نفس المرحلة العمرية عندما درسه ميشيل عفلق نعم درسه نعم يذكر عن ميشيل عفلق قصص عجيبة عجيبة وطبعا هو أول ما يذكر ميشيل عفلق قال قيل لنا إن ميشيل عفلق سيأتي ليدرسنا فقال كنا نتوقع هذا العملاق الضخم المرعب المخيف وإذا به إنسان عادي يعني ولطيف وثقف فأنا فعلا استغربت من المعلومة عندما أول ما سمعتها منه أنه درسه في تلك الفترة تقريبا نفس الفترة العمرية أنا أول لقاء يعني التقيت بالمرحوم كان عمري بحدود سبع سنوات كنا نقيم في مدينة هنا في وسط إنجلترا وجاءنا هو والشهيدة بنانا الطنطاوي كان هذا الكلام ستة وسبعين تقريبا عام 1976 وأقام عندنا في البيت حوالي ثلاثة أيام أربعة أيام هكذا وتوطنت العلاقة وأحببناهم حبا شديدا حتى أذكر أنه لما جاء خبر استشهادها أنا كان عمري 12 سنة حقيقة لأذكر أني بكيت لأنه تذكرتها يعني هذه الأيام الثلاثة اللي كانت في بيتنا صار في ارتباط يعني وصار في مودة وصار في تعارف بحيث أنه فعلا كأنما يعني سوى بشاعة الجلمة التي ارتكبت لكن شعرنا بأنه شخص عزيز وحبيب يعني للأسرة فقط نعم وهي رحمة الله عليها كانت إنسانة ما ما أرواع منها لا إله ولا أكثر وفاءا منها والله لو حدثتكم عن شيء شخصي تعجبون في نفس الفترة هذه التي تذكر تعرفت عليها زوجتي وتعرف بسيط كما ذكرت أربعة أو خمسة أيام أو كذا أو هذه ثم عرفت فيما بعد أن زوجتي في المستشفى في ذلك الوقت اللي لما كن فيه موبايل ولا شيء ولا كذا وأنها في المستشفى يعني مريضة وعندها حالة صعبة فكانت كل يوم كل يوم تتصل بها من ألمانيا تتصل بها يوميا تتصل والله كل يوم وزوجتي أصبح مضطرة لعملية جراحية كبيرة في ذلك الوقت وكانت تسألني أحيانا ببعض المكالمات عن العملية فأنا طمأنتها بس ما كانت ما كانت هي موجودة ذكرت للأستاذ عصام أنه العملية الحمد لله كانت ناجحة ف وأنا بقيت في المستشفى الليلتها مع زوجتي مدة طويلة ورجعت على الساعة أربعة بالليل يعني في البيت فما وصلت بعد عشر دقائق من هذه إلا والتليفون تطلبني قالت لي أنا أنتظر لحتى توصل مشان أطمئنا على هيفا هذا هذا الود هذه المحبة رحمة الله يعني هذا يذكرنا كيف أنه هؤلاء المجرمون الطواغيت يعني يعني لا يرعون لا يرعون إلا ولا ذمة كمان أبدا يعني أنت حتى لو كان في خلاف سياسي مع معارض مثل بقامة الأستاذ عصام العطار فالنظام السوري الذي يرسل الأستاذ عصام خرج من سوريا وثم توجه إلى لبنان وليبنان خرج إلى الخليج وثم بعد ذلك خرج إلى ألمانيا في رحلة الشتات أو رحلة الغربة هذه ابتعادا أو هربا بدينه هربا بنفسه من هذا النظام الطاوتي هو حيل بينه وبين العودة إلى سور وحيل بينه وكاننا خرج إلى الحاج ولما عاد منعوه من الدخول أنا أحدثكم بتفصيل شيء هنا معلش عدم المؤاخذة خرج للحاج كما ذكرت في الاربع وستين هذا الكلام في العام الاربع وستين ولا كنت في الحاج في ذلك الوقت لم أكن معه لكن أعرف يعني كان في كنت ألقاه فرجع إلى لبنان ثم في لبنان عندما عبد الناصر قام باعتقالات الأخوان في الخمسة وستين أصر على اللبنانيين أنه يعتقلوا بعض الناس فاعتقل في لبنان أياما ليست كثيرة لكن عملوا فيها معاملة سيئة جدا ثم أخرج من السجن إلى المطار وضع على طائرة والطائرة ذهبت إلى الكويت في الكويت أياما ثم قالوا له يعني بشكل حيي أنه والله لو تسمح لنا ما تبقى تبقى طيب طيب فاني روح ذهب إلى الأردن في الأردن استقبله الملك حسين شخصيا ورحب به وقال له أستاذي نتعلم منك وكذا وعلى يعني أريحية الملك حسين رحمة الله عليه فهو طبعا الملك حسين يريد من وراء ذلك هدفا سياسيا والأستاذ عصام لم يكن مستعدا ليعطي ذلك الثمن فأقام في الأردن بضعة أشهر ثم قيل له الأولى طالما أنك لا تريد أن تدفع الثمن الأولى أن تغادر فأظن أعطوه يعني لا أذكر الآن على وجه الدقة أنه هل أعطوه جواز سفر أردني أم لا بس غالبا أعطوه جواز سفر أردني فاضطر إلى أنه يأتي فجاء أولا إلى بلجيكا ثم انتقل إلى آخر إلى سويسرا في البداية نعم سويسرا سويسرا بلجيكا نعم ثم عاد الأردنيون وقالوا له ارجع ايه بس طبعا المسألة هذه لكن في يعني في وضعه في في آخن في ذلك الوقت كان وضع سيء جدا ما هو وضع وضع صعب جدا لو لو ترى الغرفتين التي كانتا له في المسجد والله غرفتين لا يكاد الإنسان يعني يسكن فيها خادم أو كذا أو شيء ولا في مطبخ ولا في شيء إلى هذه حياة صعبة جدا وتحملتها أم أيمن بكل رحابة صدر وكل طلاق فكانت تضطر إلى أن إذا كان عندها غسيل تغسله في الليل وإذا كان كذا شيء يعني المسألة يعني نحن نتحدث نستقل عن هذه الشخصية القامة العظيمة القامة الفكرية والعلمية والثقافية وإحدى قامات الأمة في القرن العشرين يموت غريبا في آخن في ألمانيا وكذلك لنتحدث عن الشيخ الزنداني يموت كذلك غريبا على العالم العربي في إسطنبول هذا العالم العربي الذي ونحن أتحدث عن أنظمة التي تطرد الأنظمة الطاردة طبعا عشرات وآلاف وقد يكون أكثر من آلاف هؤلاء الذين يحملون الفكر ويحملون العلم ودعاء وقادة ومفكرون ونخب كلهم يطردون من العالم العربي والإسلامي ولا يستطيع أحدهم يعني الأستاذ أصام رحمه الله لم يجلس في الأردن لم يستطع أن يجلس في لبنان لم يستطع أن يجلس في كواد لم يستقبل أحد حتى حتى العرب في يوم الأيام العادات العربية كانت الإنسان اللاجئ إليهم الذي حتى لما نتحدث عن رسول الله سلم في مكة لما ذهب ولجأ إلى بعض العراف العشائرية أو القبلية كانت تحمي الغريب كانت تحمي اللاجئ هذه حتى هذه فقدت في العالم العربي نحن أمام أنظمة جرفت كل شيء جرفت القيم جرفت الأخلاق جرفت حتى القيم العربية التي كانت سائدة حتى في الجاهلية وأصبحنا نعيش في صحراء قاحلة تطرد كل أصحاب الكفاءات والعلم والقامات ليموتوا مشردين أستاذ أبو أنس يعني هو أستاذ أصام رحمة الله عليه صحيح أنه ظل في غربة وهذه الغربة فيها معاناة كثيرة إلا أنه في الحقيقة حيثما وجد أثمر نعم يعني أنا شفت أجيال في ألمانيا أجيال متعاقبة من الذين تربوا على تربوا عليه وعلى يدي يعني معنى آخر إنه صحيح هذه الغربة مؤلمة ولكن الإنسان العامل المؤمن يعني لا يكف لا يتوقف عن العمل أينما وجد ولذلك بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ أبو أنس في مسألة أنه كم هي مفجعة مسألة أنه البلاد تطرد أخيارها وتطرد أفاضلها هو قرار في غاية عفوا البلاها والغباء لأنه في الحقيقة أنه هذا الإنسان الذي ينفى هو يصير منارة وأشعة لأجل الترويج لأفكاره ولأجل مبادئ التي يحرب لأجلها في بلده يعني نفس القصة لمن في لمن عبد الناصر في الجولة الأولى لأعتقالات الإخوان ثم لما خرجوا وخرجوا إلى السعودية وخرجوا إلى بلاد الخليج وما شئ انتشر الدعوة الإخوان نعم هذا الذي حصل بشكل تلقائي هذه دعوة ربنا هذه لا تموت هذا هو هذا هو فهو القرار يعني قصدي أن هؤلاء لو فكروا حتى مش بتفكير الضمير وبتفكير الأخلاق لو فكروا فقط بتفكير العقل لم أقدموا على هذه حقيقة أمر هذا يذكرني على قضية الأخيار وكيف يتعاملون معهم في سنة 74 توفى مصالي الحاج مصالي الحاج في التاريخ الجزائري هو يسمى بأبو الوطنية أي سنة عفوا ال74 74 مصالي الحاج شخصية استثنائية في تاريخ الجزائري وإن كان أيام الثورة وقعت له خلاف مع الثوار كان هو زعيمهم يعني لكن وقعت خلاف متى يبدأون الثورة فالشباب سبقوه بالثورة ولم يمضي هو مع جبهة تحرير لكن هو يعرف بأبو الوطنية وهو الذي نقل النظال الجزائري في فرنسا كان نتقل من تلمسان إلى فرنسا وهناك بدأ النظال الجزائري والحديث عن الاستقلال نحن نتحدث الآن على نهاية العشرينات تقريبا في نفس التاريخ اللي بولد فيها رحمه الله الأستاذ عصام العطار كان هو ينادي باستقلال الجزائر وكان هذا شيء عجيب استقلال إيش كان مر على استعمار الجزائر حوالي قرن لما مات في الأربعة وسبعين طبعا لم يدخل للجزائر في اثنين وستين لأنهم منعوهم من دخول للجزائر في اثنين وستين مات في الأربعة وسبعين لما وصل للمطار لمطار لمسان وكان بش يدفن فيما بعد أو مطار العاصمة كانوا وضعين العلم الجزائري على جسده فأحد الكبار الشرطة هناك نزع العلم قال لا يجب أن يكون هذا العلم على هذا الخائن العلم هذا تم صناعته تم وضعه تم إنشاؤه في بيته العلم الجزائري المعروف اليوم وضعه وكما هو بشكله الحالي في بيته صمم نعم صمم في بيته ونزع العلم إلى درجة اللي كانوا حاضرين قالوا له هل تعلم من صمم هذا العلم من نهاية العشرينات طبعا سجنته فرنسا لسنوات طويلة عذبة نفية بشكل رهيب له مقولة شهيرة في السنة 37 يقول فيها هذه الأرض ليست للبيع وكان آنذاك في تلك الفترة من يتحدث على الاستقلال وكانه يتحدث بالكفر مع المؤمنين يعني هكذا حدث ويحدث مع العظماء أنا كذلك من القضايا التي نفت نظري في سيرة الأستاذ عصام بإضافة إلى فكره وشعره وعطائه الغير منقطع يعني إن شاء الله يستمر له بعد موته بهؤلاء الطلاب والناس الذين رباهم في كل مكان ومن تلاميذه وطلابه حقيقة أنا لاحظ في قبل سترة من الزمان والله من فترة طويلة هنا في المراكز الإسلامية في لندن استضفناه وكان أحد أبرى نشطات التجمع المساجد في بريطانيا وكان على رأس المسجد المركزي استضفناه هنا في في مؤتمر قبل سنوات الشيء الذي يميز الأستاذ عصام بالإضافة لكل هذه العاطفة الجياشة يعني رجل عندما تحدث معه تشعر أنه يتدفق عاطفته بحيث يندر أنه ما ينهار بالبكاء أحيانا فهو فإنت شئت أم أبيت ستتأثر بهذا الكلام ستتأثر بما يتحدث وكانه عندما يجلس وأنا كنت حقيقة رافقته في هذه الفترة عندما جاء إلى لندن عندما كان يجلس وقولنا نحن داعيين مجموعة من العلماء والدعاء من جميع نحاء العالم كان يجلس بينهم عندما يتحدث وكأن لحديثه إشعاع خاص عاطفة جياشة أظن هذا كان مؤثر الرابطة في التسعة وتسعين لا هذا كان بعد الألفين بعد الألفين في المسجد المركزي أنا أذكر وكان حضور وكان حضور وقم الناس جاءت يعني حتى من اللي عادت ما يجوا للمساجد جاءوا لأجل السماع بالضبط فتجد أنه هو موجود عدد كبير من الناس على المنصة لكن كان عندما يتحدث الأستاذ عصام كنت تشعر بهزة يعني تختلف كلام مؤثر يدخل قلب صوته له هدير خاص نعم وبعده مو بس هذه بس تعرف من نعم الله سبحانه وتعالى عليه وعلينا أنه بقي إلى آخر أيام عمره وهذهنه متقد نعم ذهنه حاضر وهذه من المساء النادر نحن أنا آخر مرة زرت فيها في سبتمبر الفين واثنين وعشرين مرضو أنا وعمار كنا منصور في هولندا وألمانيا وعدين عليه وكان وضعه الصحي تعبان تعبان خالص ولكن كان ذهنه في غاية الصح سبحان الله وقرأ علينا من شعره الله وخاصة ما كان رثى فيه بنان الله الطنطاوي يعني أنا أظن أنه توفي وهي على لسانه وفي قلبه وفي على ذكر الطنطاوي يقال هي ابنة الشيخ نعم هي ابنة الشيخ الطنطاوي يقال أن جاء الشيخ الطنطاوي يلقي كلمة في سوريا وأنه عندما كان يتحدث تدخل الأستاذ عسام رحمه الله وناقشه في ما يقول إلى درجة أن الشيخ الطنطاوي قاله أنت أحق بالكرسي هذا مني أنت الذي تجلس هنا وليس أنا الشيخ فكان الحضور ظنه كأن الشيخ طنطاوي نزعج قاله لا أقسم عليه أن يجلس وأنه بحق أعلم منه وهو أولى بأن يجلس هنا للحديث وربما من هنا جاءت فيما بعد حب الشيخ طنطاوي له وتزويج لبنته ترى بالمناسبة نذكر دائما الخصائل الفكرية والأثر الدعوي والمسائل لكن ننسى أحيانا أو نغفل عن أنه يعني موقفة حقيقة من الشهيدة بنان الطنطاوي التي استشهدت قبل 42 سنة أنه كان بالغ الوفاء لها وهذا الوفاء وهذه الرومانسية يعني ممكن أنه يعمل عليها مسلسلات تلفزيونية وتعمل عليها أشعار وقصائد وكان حقيقة مثالا ونموذج فريد في الوفاء على فكرة أولا هو كان يحب أباها تعرف عليه وهو طفل وهو طفل صحيح وهو ثم أحبها ثم لازمه الشعور لأنه كان المقصود من القتل فقتلت مكانه أنا أظن أن هذا كان له تأثير خاص لأن هؤلاء المجرمين عندما ذهبوا ليغتالوه في شقته ذهبوا يريدونه لم يكن موجودا استخدموا الجارة لطعم سحبوا الجارة وخلوها تطرق هي الباب فلما نظرت من العيس وجدت الجارة وجدت الجارة فتحت الباب ففرغوا فيها رصاصهم قاتل ثدت نفسها من أجل أنه كان المهمة أنهم يقتلوا جميعا هو وأولاده تصفي عامة تصفي عامة نعم هذا كان المقصود أنا أذكر يوم أن استشهدت الشهيدة بناني طنطاوي كنا في كوريش شريعة الجامعة أردنية وطبعا كان طلاب كعمل طلابي قاموا عن نشاط وعمل مظاهرة وعملوا محاضرات عن الموضوع لكن الذي لفت نظري أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله والدها كان يقدم برنامج اسمه نور على نور 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 يذكر برنامج تلفزيوني أو نور على الطريق يعني شيء من سعودي نعم في تلفزيون أظن مش تلفزيون كان أو تلفزيون وكان في إذاعة القرآن الكريم أنا كنت أشاهد برنامجه وأنا في البحرين نعم وكان الناس ينتظرون الشيخ علي الطنطاوي لكن الشيء نوعي في ذلك الأسبوع أن الصحافة طبعا هو الشيخ كان له برنامج خرج وكان خبر استشهاد حديث فبكى على الشاشة نعم وقالوا الصحف الثاني يوم دموع الشيخ الكبير على الشاشة يعني كان ذلك الوقت أو يعني الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر